السنة اللي فاتت كانت سنة مليانة بالأحداث المختلفة وكان منها أحداث كتير صعبة ومؤلمة زي طبعا حرب غزة واللي سيطارت على الأحداث في آخر 3 شهور من السنة وعشان كده احنا قررنا اننا في الفقرة دي هنتكلم سوا عن أهم الأحداث اللي حصلت خلال السنة اللي فاتت وكمان نعرف ايه منها ممكن يكمل معنا في السنة الجديدة وممكن كمان يكون سبب في أحداث أكبر وطبعا ده هيكون من خلال ضفنة اللي مشرفنا النهاردة واللي بيتابعوا ملايين المتابعين سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك عشان يعرفوا منه دايما كل جديد في الأخبار المحلية وكمان العالمية منورنا النهاردة اليوتيوبر والروئي محمد خالد زيك يا محمد؟ أهلا وسهلا عامل ايه؟ الحمد لله محمد أنا يعني في البداية عايزة عرف منك أنت في الأول كنت بتكتب قصص قصيرة على الفيسبوك وبعدين المحتوى بتاعك تحول إلى محتوى سياسي أكتر إيه اللي حصل؟ في البداية أصلا كله جاي مع وقفة كورونا كله قاعد في البيت سويتش أوف كلنا قاعدنا خارص فأياني واحد ما بحبش يواض عادي فأيان جاي له أفكار فواحدة واحدة كنت أعرف قصص وأعرف معلومات سابقا فجربت كده في حظ يعني لأنا أدوينها في حاجة ونشرتها على واحدة من الجروبات جابت إنجيشمنت كويس فبدأت أجين فولورز والناس عليك لأت ما تجرب تكتب وبتاع وقعدت سنة في الموضوع ده جبت فيها حوالي ألف متابع على الفيسبوك ودولا كانوا بيتابعوا بوستات يعني زي قصص قصيرة يعني لحد ما نسألت لي طب ده هيبقى كويس قوي لو تحول فيديو هيبقى أفضل لنا وهيوصل لعدد أكبر من الناس لحد ما في شهر فبراير كده في عشرين وواحد وعشرين بدأت أول تجربة لي اللي صناعت الفيديوز كانت على تيك توك وبدأت أعمل هناك فيديوهات يعني فيديوهات قصيرة كده يعني من دقيقة لدقيقتين أو دقيقتين ونص وبدأت أعمل هناك بقى مواضية مثلا من أول النووي القوات الخاصة كان وقتها موضوع صد النهضة والناس كانت محتاجة تفهم وتيك توك كمان كان عنده تعطش للمواضيع لأن ما كانش فيه وقتها حد بيقدم النوع ده من المحتوى على المنصة دي أنا كنت رسي هقولك دايما أن تيك توك المحتوى بتاعه بيكون يعني خفيف جدا وفي ناس كتير بصراحة بيقولوا عليه محتوى تافه طبعا مستغرابا أن أنت بتعمل محتوى سياسي على تيك توك ما هو أنا أصلا اللي خلاني يخش تيك توك في الأول هو يعني ما كانش عندي موارد تدخلني على يوتيوب وكمان الجين فيه أسرع الأورجانيك ريتش أعلى فقلنا مفيش مشكلة نخش نجرب هناك ممكن نعمل حاجة خفيفة خفيفة كده وفعلا فقدرنا من شهر يعني من شهر اثنين لحد شهر خمسة جينا حوالي 300 ألف متابع حاجة زي كده مشاف الفيديو اللي قدامك ده يا سيدي الرئيس الروسي انتغني عن التعريف فلاديمير بوتن واللي أعلم عن مرسوم أو قرار يوم الجمعة اللي فات بزيادة الجيش الروسي لحوالي أكتر من ربع مليون إنسان أو ما يعادل 15% زيادة على قوات الجيش الروسي اللي موجودة حاليا ولو انت مستهون برقم ده فتاة قريبا يعني أكتر من نص قوات الاحتياط اللي موجودة داخل الجيش المصري دي لو ما كانش كلها احنا بنتكلم في جيش جديد تم إضافته على القوات المسالحة الروسية فالجيش ده بقى داخل يعمل ايه بالزبط والقرار ده تم اتخاذه ليه تبريرات بوتن هنا ان ده نظرا للظروف اللي بتعرض بها روسيا وان هما بيتم حسارهم من النيتو وأوكرانيا بتعمل كذا الحاجات المعروفة دي ولكن برضو احنا بقلنا في الموال ده اكتر من 20 شهر إيه اللي جد يعني؟ اللي جد ان الموضوع طول قوي وبوتن عايز يخلص ولكنه على الناحية التانية مش عايز يعمل تعبئة جزئية او تعبئة عامة عشان الناس متهربش او رجالة متهربش من الروسيا لان ده النفس اللي حصل السنة اللي فاتت مع العالم ان لو بوتن عمل تعبئة جزئية فحسب ما بيقوله الخبرة انه قادر يسيطر على 50% من اوكرانيا بدل ما هو مسيطر على 18% بس دلوقتي هل دي خطوة ان بوتن بدأ يحط ايده على نصف اوكرانيا؟ بس دي حاجة كويسة انه زي ما بقولك بسيك توك دايما الناس تقول عليه المحتوى بتاعه خفيف وده الرأيي الناس بتاع العالم فده كويس ان انت بتقدم محتوى برضو سياسي شد الناس ومش انا الواحدي ومش انا الواحدي اللي بقدم محتوى هادف يعني انا وانص انا لما دخلت المنصة احتكيت بالناس كتير هناك لحد دلوقتي موجودين يعني بيعملوا شغل احسن مني بمراحل وفي كذا كاتجري مش كاتجري واحد يعني ما نحكمش انا ان انا موقفي مع تيك توك مش الازح حاجة يعني بالزبط دلوقتي لان انا اعتبر مش عكس اتجاه المنصة تماما بس لا هي يعني هو منصة زي اي سوشيال ميديا هتلاقي فيها الكويس وحتلاقي فيها الوحش طبعا مزبوط بس يمكن احنا بنقول ان معظم اللي مش حلو اكتر ده راجع للناس وورده ده شي انا منكروش لان ساعات بنلاقي عليه بلاوي بس وانسى مثلا انا فتحت التليفون دلوقتي فتحت السكرولينج مش هلاقي حاجة من الناس بتتكلم عليها انا ببقى متحكم في اللي بيظهر لي على المنصة والخواريزم او اللوجريتميات بتفهم انا عايز ايه فبتظهر لي ان انا عايزه طبعا بس طيب احنا كمان عايزين نعرف منك اهم الاحداث اللي حصلت السنة دي تدينينا بريف كده سريع طبعا يعني في حاجات كلنا بنبقى عايشينها السنة دي طويلة عريضة السنة دي حصل فيها حاجات كتير قوي يعني لو عادنا نفر فيها لأ من يعني كان معنا موضوع صد النهضة ومعنا معنا السودان ومعنا يعني كل ده كوموا حرب غزة كوموا ومعنا المشاكل الاقتصادية في مصر وفي العالم حرب روسيا اوكرانيا حرب نجروك رباخ اللي حصلت بين ازربيجان وارميليا حاجة ما نستقلش بيها برضو التوترات اللي كانت بتحصل في شرق اسيا بين الصين وامريكا والمنطقة دي كلها ولا محدش برضو يستهين بيها لان ده شيء بيحرك العالم كله عندنا ايه تاني برضو ازمات اقتصادية اه في مجموعة من البنوك افلست في امريكا بسبب الضغط عليها كانت واحدة من اكبر البنوك لا حصلت فيها احداث كتير وكل ده كوم واخر ثلاث شهور من بداية 7 اكتوبر ده كوم تاني بقى بداية حرب غزة بقى ده حدث منفصل تماما يعني خلينا نبتزي من اول موت المالكة اليذبث وتولي تشارلز الحكم تفتكر ده ممكن يؤثر دوليا او عالميا ولا لا هو كون العيلة المالكة في بريطانيا مش هي الحاكم الفعلي هو منصب شرفي ومنصب بيحفظ هوية البلد كمملكة ولكن اللي بيتحرك على الارض هو البراميستر البراميستر كأنه هو الرئيس بالزبط هو اللي بينفز على الارض ده يعني ممكن نقول السيئو بتاع البلد او ده المدير ده اللي مسك الدنيا كل اعناك بس وانصري بيكون في اميرج موجود بيدي شخصية جديدة توجه كديدة غير كده اصلا ان الفترة اللي بيتمر فيها بريطانيا من وقتها الحد دولتي بيتمر في ازمة اقتصادية صعبة بسبب خروجة من الاتحاد الاوروبي لسه فقدين الهواية بتاعتهم مش عارفين اي ميلي مع المهاجرين ده مشكل كتير بيمرو بيها طيب محمد بعض الصحف العالمية بيقولوا ان دولة الاحتلال بتستعيد انها تفتح جبهة جديدة مع لبنان هل ده متوقع فعلا ان هو يحصل لا هي فلسفة الحكومة اللي موجودة دولتي في اسرائيل اولا هي اكتر حكومة يمينية موجودة ومحطوطة مأزة كبير يعني من ضمن الحاجات اللي موجودة مثلا ان نتنياهو رئيس الهوزراء هو يعني كتب شهادة وفاته السياسية من ساعة بداية الحرب دي طبعا فهو وجوده في الحكومة دي هو عايز يضمن بقاءه في السلطة لأطول فترة ممكنة لان وانصة لما الاحداث تهدى كله هيبصله هقولوا يلا بيناع السجن فلسفة الحكومة دلوقتي ان هي تعمل يعني مما معنا صح يعني نوش جبهة لبنان هي لعبة سياسية بتدار ما بين امريكا وما بين ايران اللي هو هنخش لأ مش هنامي هنحرك ارتارة عسكرية على هناك طبعا انا هضرب لي مش عارف كم صاروخ تا هي هي من وجهة نظري يعني هي منوشات مش هتزداد لان الطرفين سواء كان لبنان وما وراها يعني من اذرع ايران وعلى الناحية التاني اسرائيل محدش فيه مستعد ان هو يفتح جابها تاني طيب بس يعني فيه سؤال دايما كده بنشوفه كتير على السوشيال ميديا ازاي نتنياهو قادر ان هو يفضل مكمل بالشكل البشع ده الحرب بالرغم من الحزب بتاعه اللي هو اسمه حزب اللي كود اللي هو بينتمي ليه بيقولوا ان هم ضده هل ده فعلا حاصل ولا هي لو جينا شوفنا الطيار هو الطيار السيسي ماشي في افتجاه واحد تمام لكن من جوه بيبقى فيه زي يقوله حمائم وسقور تمام وبيبقى فيه مؤيدين ومعارضين طبعا الحكومة اللي ماسكها دروتي هي اكتر حكومة متطرفة لدرجة ان اسرائيل بيحصل حاجة فيها اسمها هجرة تبادلية يعني اليساريين اللي موجودين جوه اسرائيل دولة اللي اخف شوية دولة اللي مش عايزين الحرب ودولة الناس اللي عندهم مواهب عالية او نقدر نقول عندهم بيقدروا يشتغلوا في اي حتة في العالم دروتي بيهجروا يعني بيحصل حاجة اسمها هجرة تبادلية المتطرفين من الآخر تمام فده بيدعم بقاء نتنيا في السلطة لكن على النحية التانية الرأي العام في اسرائيل مش داعم اللي بيعملوا وعايزين يوقفوا يوقفوا الحرب بأيش طريقة ممكنة لان دلوقتي الاقتصاد الاسرائيلي وزارة الخزانة كانت طلعت وبتصوت بتقول ان انا من ساعة الحرب لحد دلوقتي التكاليف وصلت لستة مليار دولار غير الخسائر دي تكاليف الحرب كل يوم من طفان الأقصر حد النهاردة ومعنا كمان ان استدعاء كامل جنيه للإحتياط بنتكلم في حوالي 386 ألف بنتكلم ان دي اجمال القوى العاملة في اسرائيل سابوا كل اشغالهم بدأوا يحاربوا البلد فاطئة فالاقتصاد وقع اتشل طبعا فده كله بيأثر بالسلبة عليهم وكل اسرائيل عايزة توقف الحرب دلوقتي ولكن الحكومات اللي مش متطرفين لا وحتى المتطرفين ما انا ليه شغل فمتضرر ولكن القيادة ليها رأي تاني بالضبط طيب تفتكر من وجهة نظرك الحرب فعلا ممكن تنتهي قريب ولا لا هو الله يبصي هو السؤال ده حائر نفسي تقولي حاجة حلوة في بداية السنة هو السؤال حائر تمام بس كل حرب ليها بداية ونهية ليها نقطة نقطة العودة دي نقطة بداية الحرب ونقطة النهية هي البيك البيك ده لسه موصلنا لهش اللي هو اعلى نقطة ممكن نوصلها كل ده محمد ويسه موصلناهش انا مش بايدي بس هو الحد دلوقتي لا مفيش هم نفسهم مكملين وامريكا مش جاية معاها انها تفرض على اسرائيل انها توقف بالعافية مع ان الحكومتين سواء كان الحكومة في البيت الابيض او حكومة في الكنيسة او في اسرائيل يعني الاتنين مش طائم بعض سواء كان بايدن الرئيس الامريكي قبل ما يحصل طوفان الاقصى مكانش سوري في اللفظ مكانش بيستندف ان هو يستضيف نتنياهو عنده في البيت الابيض بيقولك انت غير مرغوب فيك لحد ما بدأت الحرب وبقى غصب عنه مضطر ان هو يستضيفه ويوض مع اجتماعات مغلقة كمان بس زي ما بيقولوا عند المصالح بتصالح كان اسمها ايه عند مش فاكر بالزبط سواء اللي بيحصل دلوقتي ان هم غصب عنك انت هتوقت على تربست المفاوضات المصالح بنتصالح بالزبط صح كده اه وغير كده بعيدا على السياسات ما بين الاثنين لا الموضوع اكبر من كده بكتير يعني حتى الكونجرس يعني كانت في واحدة من التقارير اللي كنت انا براها يعني ان الوزارة الدفاع البنتجون بعتت اسلحة من وراء الكونجرس من وراء يعني زي ده مجل الشعب عندنا يعني من وراءهم من غير الموافقة بتاعت القيادات بتاعت امريكا فديكت واحدة من الاحداث الشائكة جدا يعني هم بيفرضوا على اسرائيل وغير كده امريكا دعم بتعمل دعم غير محدود لاسرائيل على الناحية التانية دول حلف انتو بدأت تتكلم اللي هو قلطة بشمان اسرائيل ما في اوكرانيا هم بيعانوا من اوكرانيا لان الروس على الابواب فهي الفاصل ما بينهم اوكرانيا فبدأت اصوات تانية تتعالى داخل الكونجرس ان لازم المعاونة تترفع للأوكران يئمة نهدي المعاونات العسكرية للكل يعني في اصوات داخل الكونجرس الامريكي نفسه بتنادي ان المعاونة العسكرية اللي بتروح لاسرائيل لازم تقل والانفاق ده يقل لأكتر بس فالدنيا منتلق بطا انا بشتقدر ترد على سوئين انا مقدرش لو قدتك حاجة معينة لا ما فيش حد يقدر يملك الاجابة دي بس انا كنت عايز اعرف بس وجهة نظرك هو حسن ما بيقول نتنياهو يعني انه عايز يكمل الحرب لكم شهر قدام نتكلم في ست شهور بس يعني على الارض هو مش هيقدر يكمل كل ده يعني فيه تمن كبير اوه هيتدفع سواءك عن المجتمع الدولي سواءك عن اقتصادية نحن انت بنتكلم اقتصادية انا مش فانق مع المجتمع دولي بل لكن على لو جينا نبص للمجتمع الدولي فهي اكتر مرة حصل ايدينا من المجتمع الدولي لاسرائيل هي المراتي وده بفضل دولة زي مصر والدول تانية بتدعم الموقف الفلسطيني وطبعا السوشيال ميديا والاعلام مأثر جدا على الموضوع ده لان الصورة اللي بتوصل للناس بدأت تغير من وجهات نظر الدول مش الافراد والمجتمعات في الدول اللي برا فلا الرأي العام المراتي مش مع اسرائيل ده ميزة طيب محمد انت بتجيب المحتوى بتاعك ازاي وبتجيب قراءاتك من فين ان انت تكون ملمة بالموضوع من اول و الاخر وخصوصا ان انت بتتكلم في حاجات تعتبر يعني مهمة جدا وممكن تكون زي ما بيقولوا تعليمية لناس كتير اوه ده سؤال مهم هو الموضوع بيتقسم لجزءين جزء معرفة شخصية ده انا ده شي انا هاوي يعني ليه هواية فيه من وانا صغير فوانس ان انا بتكلم عن المحتوى العسكري ده شيء ده فيفورت بالنسبة لي انا بحبه تمام فانا عارف بدور فين وعارف بعمل ايه وفي مواقع معينة بروح جيب فيها معلومات لكن وانس لما بنيجي بقى للاحداث الدورية الاحداث اللي بتيجي كل يوم فاحنا انا والشباب اللي معي بنبقى مركزين اللي احنا نجيب الاخبار اول باول نسحى الصبح كده نفتح كل المقالات وكل المواقع الاجنبية ونشوف ايه اللي اتنشر فيها وايه المناسب اخبار الشرق الاوسط اخبار العالم ونبدأ ان فناتها ونجهزها فيديوز عشان نعرضها يعني بيحصل عملية فرز وترتيب وابدأ اشوف المعلومات المناسبة وابدأ اجهزها فيديوز واعرضها للناس فهو الموضوع بيبقى فيه شغل كتير طبعا طبعا ربنا معيك طيب نرجع تاني الموضوعنا احنا دلوقتي طبعا الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا متهيق لي مستمرة دلوقتي لحد بقالها اكتر من سنتين بالزبط تفتكر هيحصل الجديد في عشرين اربعة وعشرين او لان خلاص احنا دخلين على نقطة البيك يعني واحدة من ابرز الاخبار اللي كانت بتمر علينا ان فيه طائرات F-16 امريكاني وصلت لاوكرانيا فده معناته ان امريكا مش بدأت تدعم بس بالدبابات على الارض لا بدأت تدعم بالطيران وغير كده ان الجنود الاوكران مش مهيئين ان هم يسوقوا طيرات امريكانية او غربية ففيه جزء كبير من التحليلات بيروح ان امريكا بعتت او يعني جزء من الدول الغربية سواء كان مثلا بولندا مثلا او اي دولة من الدول بعتت طيرات F-16 بالطيرين بتوح وده بالتزامن ان روسيا اخر شهر خسرت تماما مقاتلات في حربها مع اوكرانيا تمام في مناطق كتير بقى يعني فيه بالطيرات ضربت على الارض وفيه طيرات ضربت فوق وباستخدام برضو السواريخ من الصواريخ الغربية اللي كانت مع اوكرانيا فالموضوع بيحصل له تصعيد على الناحية التانية كانت فيه تقرير من التقارير برضو بوتن لو اعلن التعبئة العامة وبدأ يخش في هجوم الشامل هو مستعد فهو عنده استعداد ياخد او يرفع نسبة الاراضي اللي تحت سيطرة روسيا في اوكرانيا من 18% لـ 50% وانس ان هو يعلن التعبئة العامة هو لسه معلنهاش كل ده بيبقى ايه حشد جزئي حاجة بسيطة لكن غير كده هو لسه معملش ولكن هو مستعد لده فالطرفين لسه هيقطع في بعض لسه فيه مشكلة تانية كتير هل ده ممكن يعني يأثر على العملة والبورصة والحاجات دي؟ لها بيأثر اقتصاديا طبعا ده احنا كان مثلا من الابرز الاحداث كانت في عشرين مش فاكرة عشرين وعشرين وعشرين لابدأ تلقق في عشرين وعشرين كان فيه جسر كده كان بيربط ما بين جزيرة القرن وما بين روسيا تمام الجسر ده اتضرب من قبل الاوكران تمام الجسر ده يوميها سعر برميل النفط اترفع من واحده تمانين لتسعين فيه تسع دولار زاده بسبب انفجار جسر ما في دولة ما اثر على سعر برميل النفط على ما فلا ما هيأثر عشان كده احنا متابعين وجزء كبير من الناس من اللي بيتماني اقتصاديين لانهم بيشوفوا الاخبار لانها هتأثر ازاي يعني مثلا اللي هو مستثمر او حاجة فبيعرف يودي فلوسفين من الاخر بزرح طيب بعيدا عن الحروب نرجع برضو من الاحداث اللي كانت مهمة جدا السنة دي او السنة اللي فتت عشرين كانت الغواصة تيتان فيه ناس كتيرة جدا على السوشال ميديا قالوا لا ده فعل مدبر ولا مش شايفه لانا مدبر يعني هو مجموعة من الاثرياء يعني جمعه في غواصه قاله احنا هنعمل مغامرة وبتاع فهو اصلا ده شيء لما بيجي يتم في العادي لو حابنا نتكلم يعني لا ده بيحتاج له ترأسات وبيحتاج له شغل وبتاع فهون سي انت تاخد حركة زي دي في وقت تده لا احتمال الخطأ نسبة كبيرة فما ظنش انه مدبر مش او يعني موجهة نظري يعني انا مش من حباب نظريت المؤامرة او مع ان انا بتكلم في حاجات جدلية برضو بس لا مش مظهنش انه يعني طب كلمني شوية بقى عن البريكس البريكس متوقع ان مصر خلاص بداية 24 تبدأ تخش تحالف بريكس تمام وده منتظرين ان هو يبدأ يأثر بلايجاب شوية على العرض والطلب ما بين الدولار والجني تمام وده المخطط لي يعني ده هيتم ازاي ده لسه هنشوف ولكن ده المفروض واحنا مستنين انه يتم طيب ايما ان احنا بنكلم عن البريكس رئيس الارجنتين قال ان هو هيعلن ان هو يخرج رسميا من البريكس ايه رأيك في الكلام ده الحكومة او الرئيس ده لسه رئيس بحكومة لسه جاية جديدة اوه فهو مش عايز يمشي على نهج نفس الحكومة اللي كانت موجودة فواحدة من تصريحاته او تبريراته لخروج من البريكس ان هو قال بالزبط اللي احنا مش عايزين نتحالف مع الشوائيين في اي حركة تجارة حر تمام ده وجهة نظر ومعنى اصح هو استنى الحكومة تمشي اللي هو ايه محدش هاسبنا على حاجة الحكومة اللي قابلين هي اللي عملتها فده يعني قرار داخلي مالهوش علاقة وكمان ده لو بصينا على الاقتصاد الارجنتيني فهم برضو محتاجين يناجعوا نفسهم تمام ده من وجهة نظرهم يعني بس ده مالهوش علاقة اذا كان بريكس هيبقى فعله لا لا لان كل دولة اللي هي حزبتها ودي حزبته بس طيب احنا عايزينك بقى يا محمد النهاردة تعمل لنا مقارنة مختصرة في الاحداث اللي حصلت السنة اللي فاتت باللي ممكن تحصل السنة دي سياسيا واقتصاديا ان السنة دي تكون اخف شوية اقتصاديا من السنة اللي فاتت لان السنة اللي فاتت اخف قصدك احسن اه يعني اللي هو القسوة اللي كانت موجودة في القرارات الاقتصادية تبقى اخف شوية لان احنا منتظرين كازا حدث زي بريكس وفي ناس كتير بتتكلم يعني ان من بداية شهر ستة الموضوع ممكن يخف شوية تمام ومتوقعين اكتر انه يتم على 2025 ولكن 2024 المفروض تهين هي تبقى البداية وبرضه مش عايزين نقول ان ده وعد وانه انه ده هيتم وبتاع احنا متوقعين ده يعني ده ممكن يحصل وممكن لا احنا في اي احنا في منطقة لما صلنا على النبي كل شوية يطلع حدث يخرب الدني يعني احنا ما كوناش عاملين حسابنا على حرب غزة طبعا ولا حرب السودان ايه فكل شوية بطلع لنا حدث الله أعلم منين وانا مطالب ان انا وسط الاحداث دي مش بس اكنترول على نفسي وامن نفسي امنيا داخلين وخارجيين لا انا محتلب مني اللي انا اتطور اللي انا استجذب مستثمرين وهو في نفس الوقت يعني من ابسط الامثال فعلى حرب غزة ان انا دلوقتي قاعد لبيعو على عليا لقيت مجموعة من الحسين افلي اللي مضيق باب الماندى بتاحت ففي اكتر من مئة سفينة شحنة عملاقة غيرت مصارها من قناة السويس لطريق رأس الرجاء الصالح دي كانت كلها سفن حتدفع فلوس صح فده عندي واحدة من اهم مصادر الدخل الاجنبي لمصر اتضررت فجأة انا مليش اي يعني يدف ده تمام وبرضو بنقول ان في بعض المشاكل الاتصادية اه ماشي كانت ممكن ايه انا هندلها كنت ممكن ازبط فيها حاجة ده داخلي لكن ده ما ينفيش ان في برضو مشاكل خارجية انا مش عارفة كنترول عليها مطالب مني لانا اكون متوقع وجاهز لكل ده الموضوع صعب فبس المتوقعين ان في 2024 لو ما حصلش شيء جديد يعني الموضوع يبقى افضل فيه ناس بتقول انه كل شوية بيحصل شيء جديد بيكون يعني متعمد انه يحصل في مصر علشان ناخ يعني ياخرونا اقتصادينا والله يوصي انا برضو مش من حليف النظرية المؤمر بس لو جينا بصرنا انا بقولك القراءة اللي بتقيل على نفس الكلام وده شغلنا لو جينا ننسقها ببعض ونربطها ببعض يعني مثلا من بداية حرب غزة تمام وبدأ الكلام على ان يكون في خطة للتهجير فجأة السودان ولعت من تاني حامدتي والشباب الموجودين هناك يعني ومتمردين دول عملوا قلق في السودان تاني وبدأت الحرب الاهلية النبرة هتعلى قوي بقى فيه مناطق حساسة في الخرطوم وما حولها مدين مدن متحضرة يعني مثلا مدينة زي ام درمان بقالها ثلاثة ياما فاش كهربة ودي حق يعني مدينة او حية قيل وكمان انتشار او بيئة على الناحية التانية بدأنا نسمع نبرة اسيوبيا تاني برض وممكن برضو الجي داخل الليبي الله هو اعلى مدينة بالنسبة له عاملة ازاي فده كله بيحصل بالتعالي مع حرب غزة فده محدش يقدر ينفي انه فيه دغوطات على مصر وبيتم دعمها من اطراف خارجية طيب ازاي ملوها مش وافة على حزارية المؤامر ما ايوه انا مش انا مش فيش مؤامر انا بكلم بالدلائل يعني وانت حصل ده ده يعني اربط الاحداث ده بدأ اه ده ممكن يحصل لكن انا مش بقول بقى احنا فيه مخطط وفيه انا ما بحبش اتكلم بطريقة دي لان هي بتخلي فيه مصورة عند الناس اللي انت مش ده ده تتعامل مع ده لا انت قادر توقف ده وقادر تتعامل معه لان الناس لما بتؤمن بنظرة المؤامرة بتفضل قعدة ما بتتحركش لا تغلط لا انت قادر تغير مجرى الاحداث بس خلينا برضو متفقين يعني انه مصر دولة قوية عسكريا واستراتيجيا واكيد مش من مصلحة دول تانية كتير ان احنا كمان نكون اقتصاديا اينين اوي 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 ما هو ده صح المصلحة لكل الدول ان انت تضطل على حالك ده لا تقلق قوي ولا تنزل لان محدش هيستحمل تكلفة 100 مليون لاجئ استحالة تمام فانت لازم تقفل في الحتة دي لا تطلع وتبقى خطر على غيرك ولا تنزل وتعرض لغيرك كلهم للخطر فده مخطر يعني مثلا سأل واحد من كان مدير بنك جولدمان ساكس قال له هي القيمة العادلة للجنيين مصري كام قال له 24 جنيه طب انت ليه بتطالب انت او يعني ليه صدوق الناد الدولي بيطالب ان انت لازم تعمل تخفيض للجنيه نتش لو ده عرض وطلب وصوء يعني ده ده لان هما وكمان برضا مش بحطه في نازلة المؤامرة الناس دي هتستفيد من ده فاستفادتهم من ده هو مش بيقامل المؤامرة لا هو هيستفيد من ده فهو هيستفيد من وقوعك او من ثباتك في الليفل معين بس محمد انا بشكرا جدا على وجودك من عرضه قدت لنا معلومات غنية وكتير شكرا اكيد احنا استفادنا منها وان شاء الله مشاهدينا كمان يكونوا ان شاء الله يعني يستفيدوا بيها وان شاء الله نشوفك تاني قريبا ان شاء الله مرسي يا محمد عبد شكرا شكرا وبكتبه نكون خلصنا حلقة النهاردة نشوفكم ان شاء الله يوم الاربع جاي في نفس المعين باي باي